نوجه نداء العلاية كاملات من خلال مصدر سبورت ست مرحبتي بكم وخيرت بكم يا واني بكم كاملات نبغيكم تجي وكلكم لهذا التظاهر هذه يا كانكم تعودوا رشيقات وفيل حتى ما عدلكم يا أهل الصحراء هذه الدورة التاسعة هي استثنائية بمتياز لأن فيها وجوه وفيها واحد المرائعة ديالناس مناضلين وناس فنانة سيكون معنا الدكتور الباحث الكبير نبيل العياشي الذي سيعطي المحاضرة على التغذية وهي الحوار سيكون مفتوح بينه وبين النساء وسيكون أيضا معنا الفنانة المقتدرة تتمل ذا اللي غات عطي السبكتاكل ديالها على محاربة الأمية ولكن أيضا ولكن أيضا على الأهمية ديال الرياضة ومحاربة السمنة وكانت شرفه واحد شرف كبير بالحضور ديال الأستاذ المناضر الكبير سيمو حمد بن ددوش اللي هو قيدوم الصحافة واللي كان المدير ديال الإدعاء الوطنية ومنين تسترجعت طرفاية مشا هو اللي إدعاء ديال طرفاية ومن ثم كانت منطلقة ديال المسيرة الخضراء فهو رمز من الرموز يعني ديال الاسترجاع ديال مدينة طرفاية بمناسبة الدكرة واحدة وستين لاسترجاع مدينة طرفاية كانت نتضمن جميع الدورة التاسعة لتظاهرة الرشاقة لجميع النساء اللي تخلقت هذه دبع عشر سنوات وكانت حتى الرحال كل عام في مدينة مختلفة من المدن الأقليم الجنوبية تظاهرة لجميع النساء هي تظاهرة رياضية محضة هدفها الأساسي هو محاربة السمنة عند المرأة الصحراوية من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة الكل كي يعرف بأن السمنة من المعايير والمقاييس ديال الجمال وديال الأونوتا عند النساء الجنوب وحنا كنحترمو ثقافة المحلية ديال المغرب كامل إلا أن السمنة كتشكل واحد الخطر كبير وكتشكل آفة خيبة بزاف على الصحة ديال النساء إحنا كنعرفوا بأن المرأة هي اللي كتحمل هي اللي كتنجب هي اللي كتردع هي اللي كتفق في الليل هي اللي كتقابل الدار ولا الدبا كتخدم حتى في خارج البيت فإلا بغينا نبقى ونطلبوا هذا المرأة تدير هذا شي كله خصوصا تكون في القمة ديال الرشاقة البدنية والدهنية ديالها فخصوصا أن منظمة الصحة الدولية بدت كتعتبر سمنة من الف وتسعمائة وتسعين وباء هي كانت مرض هي كانت كتعتبر مرض دبا ولت وباء من الف وتسعمائة وتسعين السمنة هي دخلة في التقافة الحسينية ولكن الأرقام الرسمية ديال البلاد كتقول بأن أكبر عدد ديال السرطانة ديال البطن عندي النساء هو متواجد في الأقاليم الصحراوية وخصوصا في مدينة في مدينة السمارة وأنا شخصيا عشت واحد عشت واحد عشت واحد القصة في الفين وعشرة هي اللي خلتني أنني نخلق على التدورة هذه هي واحد الوفاة ديال واحد الشاب بعد زوجت في العمر ديالها 24 و 25 سنة وجه الألام في البطن ديالها فاش مشات المستشفى تصابت عندها دودة البنديسيت المصرانة الزيدة بحليك أقولوا حنا المصرانة الزيدة العملية الجراحية ديال المصرانة الزيدة هي بسيطة بزاف ولكن شنو المشكلة تتلقى هي الأطبة فاش حلو البطن ديالها لقوا دي كيلو اي دي كيلو ديال الشحمة وذلك الشحمة ما كانتش بيضة كانت كانت بيج وهي الشحمة باش تكون سليمة تكون بيضة الوقت باش غدي حيدو ذاك ذاك الشحمة كله ويوصلوا لبنديسيت توفات الأعمار بيدي الله أنا ما كانقولش بأن هذا ولكن حتى الدين ديالنا ركحتنا على كيحتنا على الرياضة ونبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن ما تدويتم به المشي وكان أيضا واحد الرواية صحيحة جاء واحد الرجال عند نبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله نعاني من العياء قالوا له احنا مشي مرض ولكن ديما العياء 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 قال لهم صلى الله عليه وسلم عليكم بالنسلان النسلان هو المشي السريع تناسلوا ورجعون نبي صلى الله عليه وسلم قالوا له تناسلنا يا رسول الله وخفى علينا العياء إذن غير المشي في واحد الحكمة كبيرة وهذا العملية ديال لغافاج ولا ديال الحقن ولا ديال البلوح بحليكي قلوب الحسانية هي عملية كنتكدر في القديم بواحد طريقة بلزو مو سليمة كنتكدر بأمور طبيعية اليوم كدر بأقراص ديال دردق اللي هما خطوا مشيو يعني للحيوانات مشي الإنسان وكتخلطهم على كورتيزون ومعلي كورتيكويد وكتبلح بهم الشبة فهد شي عطى واحد العداد ديال الأمراض واحد العداد ديال السرطانات واحد العداد ديال التشوات في الجلد وهذا وحنا ممكناش نبقى ساكتين على ديال الأفهادي لإن النساء المغرب كلهم خصهم يكونوا راشيقات وكيتمتعوا بالصحة ديالهم فهي تدهورة صحية بامتياز خصوصا أن رياضة الأيروبيك رياضة طبية لإن خلقها لدكتور كينت كوبر هو طبيب جراح ديال القلب الأمريكي لخلق واحد رياضة خاصة بالقلب أيروبيك هي كلمة لاتينية معنى ديالها رياضة تهوية القلب أيغو هي أيغاسون هي التهوية بيك هو القلب باللغة اللاتينية ترجمة نانسي قنقر